حضرت النبي بيعلمنا منهج بيمنهن منهج التربوي ومنهج كمان في إدارة البشر في إدارة الحياة وفي بناء الناس فلما يعرف كل واحد في القيمة المضافة يتمسك بها ويعرف معنا إحنا دايما بنكلم عنه يعرف ما أقامه الله فيه لما الإنسان يعرف القيمة المضافة اللي هو يقدمها دي ده أهم حاجة في مسألة ما أقامنا الله فيه وإيه اللي حصل ومقامك حيث أقامك يلواء ابني بقى هيعرف إيه القيمة المضافة اللي ممكن يعملها فيستمر فيها إحنا بقى بنسأل هل إحنا بنساعد أولادنا أو تلمزنا في المدارس أو الجامعات على إنهم يكونوا قيمة مضافة في الحياة ولا أوقات كتيرة بنكون سبب لكابت شخصياتهم وتمس هويتهم أول حاجة بنعملها عشان تعمل الأثر العكسي ده وأثر السيء ده أول حاجة أن احنا بنربيهم بالمخاوف أو أوقات كتيرة مخاوف الأباء والأسدزة وخبت أملهم في أحلامهم الشخصية بتخليهم يحاولوا يحققوا بعضها في أولادهم في تلمزتهم فيرسمونهم صورة محددة للأولاد لازم يمشوا عليها ويفهموهم أن اللي خارج هذه الصورة هو بيت الأشباح والرعب والضياع الطريق ده هو طريق النكاء وماعتقدين أنهم كده من حقهم وأنهم يختاروا الأولاد ومستقبلهم والطريقة اللي يعيشوا بيها واللي يعبروا بيها عن نفسهم كمان ما تقولش الكلام ده فلازم مثلا أربيهم من صغرومة لأنه يكون هدفه أنه يطلع مهندس يطلع دكتور لأنه ده أتوجه اجتماعية مش هتتوفر واتوفره كمان أمان مادي أو أفضل طول الليل والنهار أقول لي بنتي أنت أنا أسفيا أنت تخينة وزنك زايد وشوية كمان أبالغ في ده فأقول لها إيه أكبرها على أن هي تعيش نمط حياة معين مش قصدي بس مش قصدي أن احنا نقبل السمنة لكن هي بتقول لها أن هي تعيش بإنمط معين وأرشدها بشكل طبي خاطئ لأن أنا مش طبيبة وممكن ما يكونش يناسبها بس أهم حاجة أن أنا وصلها رسالة أن أنت تخينة وأنت لو فضلت تخينة أنا آسف ما فيش حد يهبرك واتجوزك ويزيد الدين بالله بقى لما نهددهم أنهما لو ما عملوش اللي احنا عايزينه والله لنا نقيل لبابا يعني إيه اللي حاصل؟ أنا مش أكتفي بأن أنا رفضاك أجيب حد كمان معايا يرفضك يعني أنا أرفضك وأجيب كمان حد الناس تاني معايا يرفضوك فتبقى مرفوض من العائلة كلها ليه طيب عشان هو مارس حق من حقوقه أنه هو يحاول أنه هو يجرب فأخطأ في التجربة فهو إزاي يخطأ في التجربة لازم يطلع صح من أول مرة أو مارسة نوع من أنواع الابتزاز العاطفي أنهما لو ما سمعوش الكلام لن تبني ولا عرفك وساعة الابتزاز بيزيد قوي يدخل على الدين وتقول له أنت إنسان مش بر بأبوك وأمك لأشان أنت ما بتسمعش كلامنا اللي إحنا عايزينك تماشيه في الطريق اللي إحنا مماشيينك فيه اللي هو ما الطريق مصلحتك وإنت ما تعرفش مصلحتك وإحنا عارفنا اللي هي مصلحته الحاجة اللي فاتتنا وإحنا عايزين نعوضها فيه فيصبح ابني هي الفرصة التانية الفرصة التانية ليه وينفع تلميذي برضو يصبح تلميذي برضو لو أنا أستاذ الجامعة إن تلميذي ده أو تلميذي في المدرسة ده الفرصة التانية بتاعت إن أنا أعمل إن أنا كنت عايز أعمله أو ما قدرتش عليه حاجة التانية اللي الخطأ الكبير اللي بيخلينا ما ننوصلش إن أولادنا أو ما نخليش أولادنا قيمة إضافية ضيق النظر وحادية الرؤية وساعات وحادية الرؤية نجيب عكسها يبقى رينفع سقف التوقعات من أولادنا يعني أولادنا أولادنا من أول ما يدخلوا مدرسة يدخلوا مدرسة يبقوا الأوائل يبقوا متفوقين ودي نظراتنا ومن قدرش نشوف أولادنا إيه القدرات اللي فيهم وإيه الصفات اللي متميزين فيها وساعات بنفضل شايفينهم بهذه النظر الطيقة لغاية ما توصل شخصيتهم وتتكلس على ده وأولادنا لما بيحسوا إن هم ما بقوش كده ما بقوش قيمة إضافية خلاص بيستسلموا لهذا الشعور وبيستسلموا للصورة السيئة اللي إحنا رسمنا لهم لأنه إنتم مش متفوقين ولا زي أولاد خالتكم ولا زي أولاد عمتكم فالأولاد بيسلموا لده وحاضر النبي ما كانتش يعمل كده خالص مع الصغار حاضر النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة مختلفة جدا 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 يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين بالكلم عن سيدنا الحسن وهو صغير إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين شايف فيه إن هو شخص ألوف شخص يجمع ولا يفرق فإيه اللي حاصل فحاضر النبي شاب فيه ده فقال إن هو ده اللي عيعمله ما بين المسلمين حاجة تالتة كمان بنعمله وتخلي الأولاد يتكبتوا ومتحولوش إلى قيمة إضافية إن احنا نعمم التجارب اللي حصلت في أوقات سلبية فأوقات كتيرة لما بيمر واحد مننا كمتدابين مشكلات بنشاركها مع أولادنا نعمل إيه نجيب ابننا ونقول له على فكرة سواء الأم أو الأب على فكرة أنا عندي مشاكل مع والدك أنا عندي مشاكل مع والدك أنا عندي مشاكل مع والدتك وأفضل حكيه له الكلام ده وأقول له إيه هو ده اللي بيحصل فتيجي البنت لما تسمع الكلام ده من أمها تحس إن كل الرجالة كده أو كل الرجالة عينهم زيغ والولد يحس إن كل الرجالة للأسف عايز تسلمه لمسألة الغواية فيطلع الورد مستسلم للغواية وتطلع البنت كره الجواز إزاي بقى نخرج من الأزمة دي إزاي نربي أولادنا على إنهم يكونوا قيمة مضافة ترجمة نانسي قنقر